أنا بس أريد أذكر شيء حتى للمستبعين لمشاهديننا للمحللين اللي أحيانا بعضهم يحلل فقط من جنبه اقتصادية بحته أنه أشقد راح يشتغلون عندي الآن في موسم الشرب أو في موسم الحنطة عندنا عاملين ثانويين أضعاف العاملين في القطاع الزراعي يعني مزارع عنده الآن مثلا عشرين دونم هذا العشرين دونم يحتاج بيها أبو الساحبة اللي يكرب الأرض أو يحتاج أبو الحاصدة والحاصدة تحتاج السائق وتحتاج الفيتر اللي يصلح والحدات وتحتاج أبو التنقية البذور وعشرات المعامل وغيرها إذن إحنا اليوم كل هذا أذكر لك رقم حتى تكون واضحة نعم تفضل في اجتماعنا مع دولة رئيس الوزراء والسيدة وزيرة المالية والتخطيط من عندنا نخصص المبلغ اللازم لهذا الموسم كان ستة تريليون ستة تريليون دينار موسم الحصاد للقمح هذا ستة تريليون دينار من يتوزع على المزارعين وين راح يروح راح يروح بحرك الحركة الاقتصادية داخل بلدك اللي يحتاج بناء واللي يحتاج زواج واللي يحتاج شراء آلية واللي يحتاج يطور حياته واللي يحتاج يبحث عن مشروع لتطوير نفسه اشتركوا في القناة